السلام عليكم كيفكم يا شباب شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بألف غير بهذا الفيديو بدي احكي لكم عن تحديث سريع عن مشروع دوش داش اللي هي اخر لعبة من العاب الربح يلي حكيت عنهم انا عندي بالقناة وان شاء الله رح احكي لكم هلأ قديش هلأ حاليا اللعبة قدي عم تربح رح ورجيكم كيف بتم عملية سحب الارباح رح ورجيكم كيف فينا نشتري العملة وكيف فينا نلعب اللعبة ورح احكي لكم شوية تفاصيل عن المشروع ورح اعطيكم كمان تركة هيك فيكم تستخدموها باذن الله رح تساعدكم كتير كتير بانه تسهل عليكم اللعبة لانه طبعا كتير جاني تعليقات بالفيديو السابق وطبعا اللي عم يحضر جديد اول مرة عن اللعبة يعني بتمنى انه يروح يشوف الفيديو السابق يعني انا شرحت كل التفاصيل تقريبا وفي تفاصيل انسيت اشرحها هلأ رح وضحها بهذا الفيديو باذن الله فالشباب رح اعطيكم تركة رح تساعدكم وتريحكم باللعبة ان شاء الله ورح تكون اسهل بالنسبة لكم فبتمنى انكم تتابعوا الفيديو للنهاية رح تتستفيدوا منه وابل ما ابدأ بالفيديو بتمنى اذا ما كنتوا لسا مشتركين بالقناة وعم تستفيدوا من محتوى قناتي بتمنى انكم تدعموني من خلال اشتراك بالقناة وطبعا لا تنسوا شباب انه كل فيديو نحن من فيديوهاتنا عم نحط رابط لحالة انسانية من خلال الفريق ملها متطوعي ونساعدها من شاء الله رابط التبرع بتلاقوه باول صندوق الوصف فالله يجزانا ويجزاكم كل خير وهلا خلونا ننتقل للفيديو مع بعض واتمنى لكم مشاهدة ممتعة طبعا شباب بالنسبة لاللعبة اول تغيير صار عليها من اخر فيديو انا شرحت لكم يا خليني ورجيكم ان نضافوا مراحل جديدة خليني ورجيكم هون بعد ما ضغطنا على بلاي تو ايرن بنضغط عليكم نكت والت تمام بنضغط على الميتاماسك حط توقيع ومثل ما لكم شايفين هون بيطلع عندي الداشز اللي انا شرحت لكم عنهم بالفيديو السابق وحكيت لكم كيفينا نشتريهم وهلا رح وضح لكم هاد الموضوع مرة تانية وهون بيطلع عندكم الارباح تبعكم او العملات اللي انتم جمعينه وطبعا هون رح نقدر نسحب الارباح وهلا رح برجيكم كيف الطريقة تمام هون اول ما ضغط على كلمة بلاي متل ما لكم شايفين هلا شايفين صار فيه ثلاث مستويات المستوى السهل يلي من خلاله فيك تربح الف عملة والمستوى المتوسط فيك تربح ثلاثة الاف والمستوى الصعب فيك تربح عشرة الاف عملة طبعا المستوى السهل هو ما ربه السهولة لا خلينا نكون واضحين مع بعض بس هلا انا رح اعطيكم طريقة ممكن ان تسهل عليكم الموضوع كتير فالمستوى المتوسط والصعب كتير يعني بدهم خبرة كتير وبدهم تدريب كتير وهذا الشي طبعا بيرجع لحسب الشخص اللي عمي اللعب يعني انا بصراحة ما قدرت اني اتجاوزهم ابدا بس المستوى السهل لا يعني بساطة فيك تتجاوزه بس طبعا مع تمرين كتير تمام خليني احكي لكم قبل ما ابدأ باللعبة واحكي لكم عن الشرح واحكي لكم عن كل التفاصيل خليني احكي لكم عن الارباح تبعها تمام الارباح تبعها شباب هلا انتم مثل ما لكم شايفين هون المستوى السهل الجيم الواحد فينا نربح منه الف عملة الالف عملة طبعا انت مرح تجمعهم بالكامل وساطيا انت رح تجمع بين 800-900 عملة يعني خليني نقول 850 عملة العملة قديش سعرها خليني نشوف قديش سعرها سعرها 0.3042 تمام خليني نضرب 0.3042 بيطلع عنا 35 سنت تمام طبعا انت كل مرة بدك تفوت على اللعبة بدك تدفع 100 عملة يلي هن قيمتهم 4 سنت فخليني نطرحهم من الاجمالي فانت بكل جيم انت بتلعبه رح تربح 31 سنت تمام شباب خليني وضح لكم كمان هلا الجيم قديش مدته الجيم مدته حوالي 7 دقايق ل 8 دقايق تمام فانت بالساعة الوحدة رح تقدر تلعب حوالي 7 8 قيام تمام خليني نقول سبعة ونص بالضبط فانت خليني نعتبرهم سبعة تمام السبع قيام خليني نضرب هذا الرقم بسبعة فانت بكل ساعة فيك تطلع من اللعبة 2 دولار 21 سنت في حال انك انت ربحت كل المرات اللي لعبت فيهم في حال ربحت 7 مرات تمام وطبعا هذا الحكي بالنسبة لسعر العملة الحالي انا لما شرحت لكم المرة الماضية كان سعر العملة مرتفع اكتر من هيك تعرفوا انت عملات الالعاب كل الناس لما تربح بتاخد الارباح تبعه وتبيعه فورا فالاسعار هي العملات دائما بتلاقوه بالنازل بس في تفاصيل عن مشروع اللعبة ممكن يعني السعر العملة يطلع بالمستقبل الله اعلم لكن انا رح اعطيكم كل الحقاية وانا ما بعطيكم نصيحة استثمارية وانتو بالنهاية هذا الشي بيرجاع لكم فبالساعة الوحدة بقدر واحد يطلع 2 دولار 21 سنت يعني على 8 ساعات بفرض فهن 17 دولار بالشهر بيطلعوا حوالي 532 دولار طبعا هي بالنسبة للمستوى السهل انا بالفيديو السابق كان سعر العملة 3 اضعاف السعر الحالي ففعلا انه كان في ناس عم تقدر تطلع منها حوالي 40 و50 دولار باليوم انا يعني صدقا والله مو موضوع اني بحط عنوان انه الناس حت تفوت تفرج على الفيديو لا لا في ناس انتقدت هذا الموضوع بس انا فعليا يعني انا شفت هاد الشي حقيقة وفي ناس هيك عم تعمل وفتت عال ديسكورد وعال تليجرام تبع اللعبة وشفت في ناس هيك عم تعمل فأنا طرحت لكم الموضوع متل ما هو وهلا اعم حدث لكم الموضوع ومقالكم حاليا اللعبة في حال انت كنت فيها وعم تربح كل المرات اللي عم تلعب فيها فانت ممكن تطلع منها ماكسيموم اذا عم تلعب 8 ساعات باليوم حوالي 532 دولار تمام وهيك بالنسبة للارباح هيك تحديث السريع عن قدي انت ممكن تربح من اللعبة وبالنسبة للعبة بقى لتفاصيل اللعبة بالنسبة لسحب الارباح انت لما تلعب المرحل عفوا تلعب الجيم وتتجاوز العشر مراحل بالكامل تمام انت راح تلاقي العملات اللي ربحتها راح تلاقيهم موجودين هون متل ما كم شايفين انا عندي هون 847 عملة بضغط على كلمة كليم توكن تمام متل ما لكم شايفين هلا انا هون عندي بالميتا ماسك باجي هون على الاسيتس متل ما لكم شايفين هلا العملات انسحبت على المحفظة عندي مباشرة انا ما كان عندي كان عندي حوالي 40 عملة هلأ متل ما لكم شايفين صاروا 889 عملة هي يعني بكل بساطة هي عملية السحب هيك بتتم تمام شباب بالنسبة للناس اللي كانت عم تسألني انه شلوم بيتم عملية السحب الارباح طبعا شباب في اضافة اني نزلوها انه يعني لناس عم تستخدم بوتات في بوتات بتكبس لحالها وعم يتجاوزوا المراحل بكل سهولة فعم يطلبوا منهم اثبات بالفيديو انه يصوروا فيديو ويرفعوا على اليوتيوب ويبعتوا لهم يا يبعتوا لهم الرابط طبعا بعد 24 ساعة عملية السحب بتكون تمت بشكل اه بسيط يعني ما ما في اي مشكلة هي بالنسبة لها انه في ناس قالت لي انه انه طلبوا مننا فيديو شلون يعني شو نعمل بدك تعمل الفيديو وترفعوا اليوتيوب وتتواصل معهم على الايميل اللي هنه هيحطولك يا لما تعمل عملية سحب الارباح تمام شباب هاي بالنسبة لموضوع سحب انك انت كيف تشتري الداشز الداشز هدول طبعا متل ما حكيت لكم بالفيديو السابق انه انت كل داش من هدول فيك انت تلعب في جولة وفي معك بالجولة ثلاث محاولات تمام يعني كل واحدة من هدول بتسمح لك بثلاث محاولات لازم تتجاوز العشر ريفلات بهدول ثلاث محاولات لحتى انك تقدر تجمع العملات تبعك في حال انت خسرت باي مكان فانت بدك ترجع تعيد في حال خسرت طبعا بتلاث محاولات بدك ترجع تعيد من الاول تمام المحاولة الوحدة متل ما حكينا بتكلف حاليا اربع سنت انا شباب ما عم بقلكم والله روحوا استيثمروا فيها حطوا فيها مبلغ وقدروا ممكن انت بدولار دولارين ثلاثة انك انت تشتري شوي الداشز من هدول وتفوت وتجرب تشوف هل اللعبة انت هل رح تقدر تتجاوز هل انت عندك يعني هيك سرعة البديهة بده سرعة بديهة كبيرة بصراحة يعني انا مابغ فيكم يعني بانا ضليت انا فيها نص يوم يعني عم بجرب بس اخي ما شاء الله خلق صغير كرج فيها للهابة وعم يطلع منا يعني كل ما لقى حالة فاضية عم يفوت يطلع شوية عملات بس طبعا يعني بالنهاية هو هدا الشي راجع لكل واحد هو شلون يعني اللعبة شلون شايفة هل شايفة في ناس شايفتها ما بتستحق الارباح تبع ما بتستحق بس انا يعني لما شرحت الموضوع صراحة انا شرحته يعني شرحي كان موجه للناس يلي ما عنده الادراء ان تستثمر ما عنده مبلغ كبير ان تستثمر يعني ممكن بهاي الالعاب يعني اللعبة مثل دوش داش اكس اينفينيتي مثل الالعاب ثانية في كتير العاب يعني صار فعلا فعلا في جول يعني الناس اللي فيها مستوى الرواتب عندهم متدني في عندهم يعني انك تطلع انت مية ولا ميتين دولار بالشهر هذا رقم كتير منيح فما بدنا نقيس الموضوع هيك كلياتنا انه نحنا كلياتنا سواسية فانا لهذا السبب انا شرحت عن هذا الموضوع عرفتو شباب هي بالنسبة لموضوع تمام وبالنسبة لموضوع كيف كيف بدنا نشتريهم بالنسبة للناس اللي حابة تشتري طبعا انت هون لما يكون عندك بمحفظة عملة دوش داش هلا انتو شايفين عندي انا 289 عملة فيني اشتري لما اضغط هون على تمام هون عميلولي انه لازم يكون عندي مية فانا هون بضغط على باي دوش داش اللي هي عملة الدوش داش تمام لحتى اني اشتري عملات الدوش داش لحتى اقدر اشتري هدول الداش از طبعا بكل بساطة انت من خلال بس اهم شي انه يكون عندك بي ام بي تمام البي ام بي لازم يكونوا عندك موجودين هون هون بالميتا ماسك تمام لحتى تقدر تشتري عملة الدوش داش تمام شباب اه كيف بدك انت تضيف البينامس مارتشين على الميتا ماسك كل بساطة هي المعلومات مثل ما يكم شايفين اقدامكم شايفين راجح لكم ياه انا كل اياتى باذن الله راجح لكم كل هي المعلومات بس انتو بتضيفوها بتجوا هون على الميتا ماسك تمام تضغطوا هون تحت variable هون. بتضغطوا هون عالشبكات. بتحطوا اضافة شبكة. تمام? بتضغطوا اضافة الشبكة بتطلع عنكم هاي الخانات كلها. بتعبوها بهاي المعلومات اللي راح اطلكم ياها بوصف الفيديو. تمام يا شباب? هاي بالنسبة لموضوع اضافة وطبعا انتم هون لما تضيفوا الشبكة متى ما يكم شايفين بتطلع عندكم بهاد الاسم. وطبعا لما بتحددوها وبتنسخوا عنوان المحفظة وفيكم هون تحولوا دولار دولارين ثلاثة البي ام بي. وتحولو عليها البي ام بي وتشتروا من خلال الميتر من خلال طبعا البانك اكس واب بكل بساطة. بس انتبهوا انو لما تشتروا من خلال بانك اكس واب لازم هون تغيرو هاي التغيروها تساوها خمسة بالمية على الاغلب هلأ ساوها خمسة بالمية كانت تسعة بالمية. انتوا جربوا. في حال ما مش الحال على الخمسة بالمية يحطوا تسعة. تمام? وبتستكر هون بتحددو قدي انتم معكم Lavababe بتضغطوا يعني هون لما تحددوا البي ام بي بتضغطوا على باي وبتلاقوا انه العملة صارت بمحفظتكم وفيكم ترجعوا على اللعبة هون وتشتروا الداجس تبعكم بكل بساطة تمام يا شباب هاي بالنسبة لموضوع كيف فيك تشتري العملة من خلال الميتا ماسك هلأ رح احكي لكم بقى الطريقة اللي ممكن تساعدكم لحتى تقدروا تجتازوا اللعبة بكل سهولة بإذن الله ورح حط لكم فيديو بآخر هذا الفيديو رح احط لكم فيديو عن كل المراحل لانه عملوا تغييرات طفيفة فيها رح احط لكم فيديو آآ كيف فيك انت تتجاوز المراحل لحتى انت تشوف انت التركات اللي انت عم توقف عندها لحتى تقدر تتجاوزها تمام بنضغط على كلمة بلاي وهي الايزي وهلأ رح احكي لكم على موضوع هاي اللي اكتشفته وبصراحة سهلت علي الموضوع كتير هلأ لاحظوا شباب ملاحظين انتوا هون انا عندي الشاشة صايرة هيك تقريبا يعني مو واضحة عندكم على الفيديو لاني انا عم صور بالعرض بس هي الشاشة عندي انا مربعة تمام فانا الحدود اللي انا شايفها لاحظوا انه انا هلأ هون مبين معي شي ملاحظين بس شوفوا لما زغر هيك المتصفح لاحظوا انه هلأ بينت هاي الشجرة الخضرة ما كانت مبينة ملاحظين هلأ مبينة بس هون بس هي الشجرة الحمراء لاحظوا لما زغر هيك المتصفح شايفين كيف زغرته هيك بالعرض فانا هون بيم معي لقدام كتير فانت هون لما بدك تلعب فشايف انت هون بتشوف كل شي لقدام بتكون انت مجهز حالك لقدام اكتر من انك يعني انك تكون انت مقتصر بس على انك شايف هذا الفيو بس يعني انت بتوسع المنظر عندك بتوسع لقدام ممكن ازا عندك شاشة عريضة انك تشوف اخر المرحلة من قبل ما تبلش عرفت فهي النقطة يلي انا بدي احكي لكم ياها بتوضح لكم فيها في حال انه ممكن تساعد ناس فيكم يعني ان انت انت تتجاوز المراحل بكل سهولة باذن الله تمام شباب هاي بالنسبة لتركة هاي اللي بدي احكي لكم عليا يعني كان لازم اني احكي لكم عليا مشان تستوعبوا الموضوع كيف اللعبة بدت اللعب يعني وان شاء الله باذن الله تساعدكم وهلأ خليني احكي لكم عن هيك هي الرود ماب الخاصة بالمشروع طبعا المشروع متما كم شايفين خليني هيك قرب شوي بس مشان يبين معكم هون طبعا بالربع الرابع من سنة 2021 هنن طرحوا اللعبة وطرحوا العملة تبعهم وطرحوا الان افتيز الخاصة فيهم وهلأ هنه بالربع الاول عم يخططوا لمشروع يعني انه يوسعوا المشروع يكبروا موضوع الان افتي عملوا الان افتيز باللعبة ويعملوا الان افتيز الخاص فيهم بحيث انه الواحد بقدر يفوت يشتري ويبيع الان افتيز وبالربع التاني رح يعملوا دوج داش 3 دي ما بعرف هادا شوه حيفيد ولا 3 دي افتي وبعدين خلال السنة رح يعملوا لنفسهم كمان الميتافيرس الخاص فيهم وطبعا اللي هو الميتافيرس المرتبط بالساند بوكس يعني رح يعملوا حيكون له مؤرض بالساند بوكس ورح يعملوا فيها الميتافيرس الخاص فيهم طبعا مشروع الساند بوكس غنيه على التعريف وانا شرحت لكم عنه كل التفاصيل عندي بالقناة تمام هاي بالنسبة للرود ماب الخاص بالمشروع وطبعا فيكم تتابعوهم مع تويتر يعني انا شايفهم انه عم يعملوا نمو بشكل كبير عم يعملوا حملات اعلانية كبيرة ما بدنا نصرعكم تمام طبعا في عندهم داعمين مثل سنوب دوغ ما بعرف هادا الاسم دايما عم لاقيه باي مشروع مشاريع الميتافيرس والالعاب تمام فعندهم اشراكات منيحة وعم يطوروا من حالهم عم ينمو كل يوم بس هادا الشي شلون بدوين عكس على ساعة العملة والله بصراحة هاد الموضوع بدو دراسة خاصة العملة طبعا هي في منها ميت مليار وحاليا لمطروحين اربع وخمسين مليار طبعا اي شرحت لكم بالفيديو السابق كيف حيتم توزيع العملة وبتمنى انكم ترجعوا للفيديو السابق لحتى تفهموا هاد الموضوع اكتر بالنسبة للعملة شباب مش روط انك تشتريها من البانككسواب هي موجودة على جيت اي او على منصة جيت اي او تمام وهيك بتوقع اني حكيت لكم كل شي بيتعلق باللعبة وكل التفاصيل بالاسئلة اللي كانت عبالكم موضوع سحب الارباح كيف في اه شلوم فينا نسحب الارباح وشلوم فينا نشتري العملة وهي التفاصيل كلها بتمنى ان يكون جاوبة على كل اسئلتكم وان شاء الله تعالى اذا لسة عندكم اي اسئلة اكتبو ليها تحت بالتعليقات وراحجاوب عليكم واحد واحد. وان شاء الله بنلتقى باقي بالفيديوهات الجاي. ورح اطلكم هلأ اما رح اطلكم رابط الفيديو تحت بالتعليقات او رح اطلكم هذا الفيديو تبع طريقة ختم المراحل بنهاية هذا الفيديو. بس اتوقع الفيديو طول. فرح اطلكم الفيديو الرابط بتوع بالتعليقات لحتى تقدروا تشوفوا طريقة التختم. لحتى اذا انتم عم توقعوا بمكان معين تقدروا تتجاوزوا بسهولة. وهيك شباب اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم يعني حاولت اني اختصر قد ما بقدر فمعليش يعني سامحوني في حال طولت عليكم شكرا على وقتكم لا تنسوا رابط التبرع لي بس اول سندوق الوصف وبشوفكم بالفيديوهات الجاي السلام عليكم اشتركوا في القناة